إلى مختبرات هذا المصنع في القاهرة يجري العمل على قدم وساق لإنتاج عقار يمثل أملاً جديداً في علاج مصابي فيروس كورونا عقار رمدي سيفير بات يصنع الآن في مصر بتصريح من شركة أمريكية توصلت لإنتاج مادته الفعالة بعد تجارب سريرية عدة قبل أن يحصل على الضوء الأخضر من وزارة الصحة المصرية لإنتاجه واستخدامه في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا إنتاجه ضد الفيروسات يمنع تكاثر الفيروس داخل الجسم كان يستخدم الأول في علاج الإيبولة وتم استخدامه في مرضى الكوفيد-19 هو حالياً يستخدم في الحالات الحرجة التي هي فرعاية مركزة تحت إشراف طبي من وزارة الصحة الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فبداخل الشركة يوجد مركز للأبحاث يتم العمل بداخله ليلة نهار لإجراء عمليات البحث العلمي والتجارب المستمرة ليس لتصنيع العقار فقط وإنما لإنتاج المادة الخام المستخدمة لتصنيعه الأبحاث تتم بموجب حق الاختبار الاضطراري الذي تلجأ إليه شركات الأدوية في حالات الأوبئة العالمية بدل الخام الفعالة بدل ما تكون بتستورد بنكون إحنا بنصنعها في إيفا فرما وبالتالي ده هيوفر لنا طبعاً هيوفر في تمن العلاق كتير جداً بعدما أكفي احتياج المرضى المصريين تماماً هبتدي أن أنا أكون بصدر لـ 126 دولة غير مصر إن شاء الله الشركة تنتج الآن نصف مليون جرعة شهرياً من عقار رمدي سفير توزع جميعها على مستشفيات العزل الطبي وغير مصرح حتى الآن بتدول الدواء في الأسواق سباق مع الزمن تخوضه الشركات لإنتاج أكبر كمية من العقار في هذا التوقيت الحرج توقيت تتعالى فيه آلام مصاب وباء يواصل انتشاره بين الناس بلا هوادة توقيت 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 توق